صادف يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري ذكرى مرور سبعة أعوام بعد الماء على المذبحة والتهجير القصري الذي تعرض له الشعب الأرمني في وطنهم على يد السلطة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى واستشهد بسببها حوالى مليون ونصف المليون شخص حيث أجبر الجيش العثماني بعد المذبحة أبناء الأرمن وغيرهم من المسيحيين على ترك ديارهم وأوطانهم قصرا والسير على الأقدام لمئات الأميال أثناء مغادرتهم بلداتهم وقراهم مع حرمانهم من الغذاء والماء